تمكنت مصالح المقاطعة الإدارية بحسين داي بالعاصمة من توقيف أربعة أشخاص كانوا يقومون أو يحررون رخص سير مسورة خاصة في فترة الحجر الصحي في العاصمة مقابل الحصول على عائدات مادية ومزايا دون وجه حق حيث تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً للتحقيق معهم في قضية انتحال صفة منظمة قانونياً والتدخل بغير صفة بوظائف عمومية والتزوير في محررات رسمية حد لنشاط جمعية إجرامية عن قضية انتحال صفة منظمة قانوناً التدخل بغير صفة في وظائف عمومية والتزوير في محررات رسمية استعمال معدات وأجهزة ذات صفة نظامية مع استعمال مركبة ووضعها للسير برخص ترقيم غير مطابقة الجمعية الإجرامية تتكون من أربع أشخاص اتخذت من جمعيات غطاء لنشاطها الإجرامي حيث كانت تحرر رخص السير مزورة خاصة بفترة الحجر الصحي مقابل الحصول على عائدات مادية ومزايا دون وجه حق يتم تقديم الأطراف أمام السيد ووكيل جمهورية المختص إقليمية